وقد بنعت قوات الاحتلال فرق إسعاف من الدخول إلى المسجد الأقصى وشهدت فرق الإسعاف عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد دون أن يسمح لها بالدخول يذكر أن فرق الإسعاف كانت في السنوات الماضية تدخل المسجد في رمضان لتقديم العلاج لمن يحتاج من المصلي واعتقلت قوات الاحتلال عدد من المصلين في محيط المسجد الأقصى وظهرت صور لحظة اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في باب العمود قرب المسجد واقتيد إلى جهة مجهولة